اشتركوا في القناة بين قتلى وجرحى واعطاب عربة نقل جنود بي ام بي لقوات النظام اثرى صد محاولة تقدم لهم على محور ابو جريف في ريف ادلب الشرقية اعلن الدفاع المدني ان طائرات النظام وروسيا استهدفت المناطق السكنية والمركز الطبي للمعالجة الفيزيائية في بلدة البارة بجبل الزاوية جنوب ادلب واضاف الدفاع المدني انه وثق استهداف اثنين وعشرين منطقة بخمس وخمسين غارة جوية منها خمس عشر بفعل الطيران الحربي الروسي وسبع واربعين برميلا متفجرا بالاضافة الى قذائف مدفعية وصواريخ من راجمات ارضية اطلق لاجئون فلسطينيون سوريون محتجزون في سجن مركز التوقيف في بانكوك بتايلاند بتهمة انتهاء اقامتهم نداء استغاثة ناشد فيه المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل من اجل الافراج عنهم واضحت المجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا ان السلطات التايلندية لن تطلق سراح اللاجئين المحتجزين في سجونها الا اذا تم دفع الكفالات لهم او تم توطينهم في دولة اخرى او ترحيلهم الى البلاد التي جاءوا منها وقعت ايران مذكرة تفاهم مع نظام الاسد نصت على تبدل خبرات تعليمية وتقديم خدمات فنية هندسية تشمل ترميم المدارس التي تضررت في سوريا وذلك خلال زيارة وزير التربية الايراني محسن حج ميرزاني الى دمشق واشار ميرزاني الى ان ايران مستعدة لاعادة بناء وتجديد المدارس التابعة للنظام مقابل ادراج اللغة الفارسية في النظام التعليمي بغرض تعميق وترسيخ اوجه التعاون المشترك بحسب ما ذكرته وكالة انباء النظام سانا اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا ارتفاع اعداد قتلى وجرح زلزال ولاية الازيغ الى 791 شخصا واوضح قوجا ان 20 شخصا قضوا بفعل زلزال بينما اصيب قرابة الف بجروح يذكر ان سكان ولاية غازي عنتابة تركيا ومناطق شمال سوريا شعروا بالزلزال وخاصة في حلب وادلب ودير الزورة نهاية الموجز مشاهدين الكرام تتابعون الان برنامج قضايا دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة